كانت نهاية العام بالنسبة لنا في هذا البرنامج في مدينة أسوان وبالتحديد من أجمل بقع على نيل أسوان الجميل كان اللقاء مع الجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب هو أجمل لقاء نختم به سنة ونستقبل به سنة جديدة كلها أمل وتفاؤل وعمل جاد ومخلص خصوصا بعد ما شفنا على الطبيعة تجربة الدكتور مجدي يعقوب الملهمة في مركز أسوان للقلب شفنا جيل الأطباء المصريين الشباب من تلامزة الدكتور مجدي وشفنا إزاي بيدوا أمل جديد للألاف من مرضى القلب في مصر أهلا وسهلا بيك وإحنا ضيوفك النهاردة العافظ شكرا جديدا أنتوا بتشرفوني شرف لي نفن شكرا تحب أسوان؟ بدون شك ليه؟ لأنها جزء كبير من حياتي لأن في مدة طويلة من حياتي كنت أحلم بأسوان لماذا أحلم بأسوان؟ لأنها بين الناس بتوحى خصوصا الأطفال لأنه كنت أشعر أنه خصوصا الأطفال عندهم أمراض ألب أنهم مهملين وأنهم ما بيأخذوش اللي بيستحقوه من ناحية الرعاية والرعاية الكاملة وأنه عندهم أمراض كثيرة في الأرض الحاجة الثانية الجمال ده جميل الجمال الجمال مش معقولة دي يعني الواحد يقدر يقول أجمل حتة في العالم مش بس في مصر أسوان أجمل حتة في العالم ده اللي أنا بفتكره ومش أنا الوحيد اللي بفكر كده كان فيه أغاخان وناس ثانين ممكن يروحوا أي هتر جم أسوان لأنها أجمل حتة في العالم ليه أجمل حتة في العالم؟ عشان الهدوء حضرتك شايفة عشان النيل الجميل ده أنا بفتكر عبدالوهابي والنخر الخالد آه جميل جاي بهدوء تام بيد الحياة زي ما قدموا المصريين كان يقولوا هبة الحياة مصر هبة النيل مصر هبة النيل الألوان اللي موجودة أخضر كتير والخضرة هي حاجة معناها فيه حياة وبتدينا أكسجين وبتدينا جمال وزهور أنا مصري وقلبي مصري ولو كنت هنا أو مش هنا فأنا يسعدني أن أقدم كل ثمنياتي السعادة والصحة والعلم وقلبي مصري وقلبي مصري ويجب أتمكننى فأنات الكثير من المصري كيف طعام رابطة للبغطة لالعرف العملي اشتركوا في القناة